السلام عليكم أوه 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 عجنون اللعبة أوه عجنون كرة القدم منتخب مصر بمتعنا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نعم في فرحة ونعم في مرارة بالحلق لكن المشاعر مختلطة المشاعر من قدر نحكي متخربطة مصر بتنجح بالعبور للدور التالي رغم أنها ما انتصرت اليوم ورغم أنها قدمت أداء كبير جدا 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 حنتحدث أكثر في التفاصيل ما الذي قدمه منتخب مصر اليوم لماذا أنا أرى الأداء من أجمل المستويات التي ممكن مشاهدتها في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا وأنا أصر على هذه النقطة باعتقاد الشخصي ووجهة نظري محترم طبعا كل الآراء وأيضا لماذا رغم ذلك منتخب مصر ما انتصر يعني مش معقول أقدم بواحد من أجمل المستويات زي ما بحكي وبالنهاية ما بانتصر وكيف تأهل منتخب مصر ومعنى أنه سيقابل بالأدوار التالية كل ذلك سنتناوله في حلقة جديدة من كأس أمم أفريقيا عبر برنامج سوالف كرة الذي يأتيكم يوميا طوال بطولة أفريقيا عبر قناة المشهد وأقدموا أنا سامر جرادع يا جماعة أنا مش مركز يعني بحاول أن أجمع أفكاري حتى نحكيها لأن المباراة التو انتهت نصور معكم على السريع حتى نكون معكم بقلب الحدث لكن اللي حصل شيء جنوني دقاقة الأخيرة من منتخب مصر دقاقة الأخيرة في موزنبيق وغانا يعني بتخليك بصراحة بمشاعر مختلطة جدا وفي ذات الوقت في أفكار متضاربة شو اللي فعله منتخب مصر كيف قدم هذا الأداء العالي جدا يعني لما بتحدث لك الأداء أنه غير عادي لأنه فعليا المنتخب ما وقف عن الجري حتى الثانية الأخيرة وهذا الشيء غير معتاد في البطولة الحالية جميع المباريات أنا شاهدت تقريبا جميع المباريات كل المنتخبات بتوقف تقريبا مع بداية الشوط الثاني مع منتصف الشوط الثاني إذا ما كانت موقفة يعني مع منتصف الشوط الثاني وقاتلت حتى الثانية الأخيرة بكون في عندها فترة فراغ منتخب مصر من الثاني الأولى للثانية الأخيرة هو بروح وبتضحي وببسالع عرض الملعب رغم ذلك ما انتصر كان عنده بعض المشاكل كان عنده بعض الهفوات ربما تؤثر عليه في الأدوار التالية لكن حتما أيضا لو قدم هذا الأداء في الأدوار التالية سيكون له أيضا حفوظ كبيرة نعم في مشاكل دفاعية لكن في عمل في تضحية في روح في فريق على قلب رجل واحد الكل يجتهد من أجل أن توضع الكرة في الشباك وحماية مرمى الفريق وإن كانوا يخفقوا في حماية المرمى لا يوجد شك بأنه غرابة المباراة بدأت من التشكيلة يعني مجرد أن شاهدنا التشكيلة في متخب مصر يعني بدأنا هيك نتفكر شو اللي بحصل لأنه شاهدنا أنه عندي إمام عاشور شاهدنا مروان عاطية شاهدنا حمدي فتحي وهذا الثلاثي مش معتدين عليه كثيرا سويا مع بعض وأيضا نشاهد أن نزيزه أيضا عندي مرموش وعندي مصطفى محمد موتادين عليهم بينما نشاهد أيضا فتوح كظهير أيسر هذه التوليفة الجديدة نسبيا كانت من المدرب فيتوريا منطقية ومتوقعة راح تحكي لي يا سامن طيب ما هو الأداء ما كان جيد ممكن بالشرطة الأول ما مسكنا كرة بحكي لك أوكي ممكن في بعض الأمور معجبتك لكن لا في تحسن كبير كان في منتخب المصر مقارنة بأول مباراتين هذا أولا ثانيا والمهم المدرب مطالب بإيجاد حلول فهو بده يبحث عن حل وين بده ينظر؟ بده ينظر على فريقه بده يبحث عن الحل في فريقه فإنه شاهد أنه عنده مشكلة بأنني غير حاول يعزز وسط الملعب بلاعبين آخرين نشط خطة الوسط شارك أيضا جناح يمين نشط نصبيا فشاهدنا أنه فريق نوعا ما في حيوية أكبر كيف ينتشر في ملعب المنافس كيف يتقدم ويحاول دائما مداهمته الظاهرين بتقدموا أيضا إلى جانب لاعب المحور أكثر ونشاهد أن نتقدم للاعبين رقم 8 بين الخطوط ونشاهد انتشار للمهاجمين في الأمام فمنتخب مصر يلعب بقلبين دفاع ونقدر نحكي مجبر يعني الرأس الأخضر على التراجع والرأس الأخضر أيضا باستراتيجيته التراجع لسبب أنه هو متصدر المجموعة هو مش مضطر بذي المجهود كبير جدا في المباراة هو مش مضطر أنه ينتصر حتى فبحكي لك التعادل يعني كويس بالنسبة لي يعني بالنسبة له تاريخيا أمام مصر التعادل جيد فبالتالي هذا الأمر اللي بيخليه يقلص الملعب حتى يعني يحمي لاعبي ما يستنزف جميع لاعبي هو بالأساس أجرى بعض التبديلات لكن حتى يحمي اللاعبين أكثر ما يوسع الملعب أكثر فبهذه الاستراتيجيتين خلينا نتحدث أنه منتخب مصر أجبر الرأس الأخضر تلعب أمام منطقة جزائها بقرار طوعي أيضا منهم يعني حتى هم لما كانوا يحاولوا يتقدموا كانوا يواجهوا الضغط الشرس من مصر في وسط الملعب ممنوع تتخطى وسط ملعبنا كنا نشاهد حدة بالتعامل معهم دائما نعم بعرف أن الجماهير مش راضي أنا مش راضي الجميع مش راضي بدنا أفضل لكن فيه تحسن فيه تلاحظ أنه من المباراة الأولى للمباراة الثانية للمباراة الثالثة منتخب مصر ما شاء الله بتقدم وهذا الشيء مهم جدا في البطولات القرية والدولية ما تركن على الثلاث نقاط الثلاث نقاط مش كل شيء تيجي تحكي ما انتصرتش بدور المجموعات إيطاليا لم تنتصر بدور المجموعات عام 1982 توجت باللقب بالنهاية كان أيضا هناك يعني 24 فريق فتأهلوا كأفضل ثالث وتوجوا باللقب بالنهاية فبالتالي ما تركن لهذه الأمور دور المجموعات انتهى هلأ حسابات مختلفة الفرق ستلعب بطريقة مختلفة بعقلية مختلفة الروح والتطور الذي شاهدناه في منطق مصر لكن لازم نتحدث عن اللي حصل بالشوط الثاني لانه هو اجمل واجمل شاهدنا كيف انه المدرب يعني بيجري تغييراته بيرجع يعني الظاهير الايسر تبعه المعتاد وايضا يعني يلعب باثنين فقط في وسط الملعب امام عاشور ونشاهد مروان عاطية ونشاهد كيفية يعني فتح الملعب اكثر نشاهد زيزو نشاهد تريزيجي نشاهد مرموش نشاهد مصطفى محمد ومرموش دائم التحرك ويساند على الجبهة اليمين مع زيزو بينما الظاهير الايسر يتقدم لمساند التريزيجي في بعض الاحيان فدائما تشكيل ثنائية في اطراف منطق مصر وهذا الامر الذي برع في منطق مصر لاعب يضرب المساحة النصفية ولاعب يشغل الجبهة مع وجود المهارة كانوا يستطيعوا دائما انهم يأذوا المنافس يغلبوا ويعذبوا مع وجود لعبي المتحركين زي ما حكيت لك زي مرموش وتريزيجي بتحركوا بشكل ايجابي هذا الامر كان يساعد منطق مصر انه ينتشر يدخل منطقة الجزاء ويهدد المرمى كثيرا العمل كان ايجابي بالشوط الثاني الحماس والعزيمة كانت ايجابية لكن لازم نتحدث عن المهارة المهارة الفردية المهارة موجودة في منطق مصر وهذا الامر الذي كنت احكيه في الفيديو الماضي حكيناه في فيديوهات اخرى انه منطق مصر عنده المهارة الفردية عنده اللاعبين الحريفة وليس كما يشاع بعض الاحيان انه منطق مصر تتراجع فيه المهارة الفردية لا منطق مصر عنده اسماء فعلا مهارية مع الكرة وتستطيع انها تشيل المنتخب والوضع افضل عما كان عليه قبل السنوات هناك تحرير لبعض الاسماء واذا بتلاحظ تريزيجيه وادواره تريزيجيه مش دائما كنا نشوفه بهذه الادوار مع منطق مصر مش دائما كنا نشوف مصطفى محمد بهذه الشخصية في الصندوق هذا كل نتاج عمل جيد حاليا يحصل في منطق مصر ونطلب الافضل اكيد لكن برافو على تريزيجيه الروح التي بيبثها بالفريق لما ينزل روح استثنائية بالضغط بالتحرك بالشراسة وايضا بالمهارة لاحظوا الذكاء كيف استلم الكرة على الصندوق مباشرة مرر لقلب دفاعه يعني حجازي في منطقة الجزاء وتحرك في ظهر المدافعين هذه السرعة البديهة والقدرة دائما انه يأخذ المبادرة ويطلب الكرة لكن انا عجبني حجازي اللقطة اللي قدمها يا جماعة مذهلة طبعا عندي انتقادات على الدفاع وهتحدث عن الافراد وبتكون تتحملوني هتحدث بالاسباء لكن هلا بنا نتحدث عن هاي اللقطة لقطة حجازي ما بتطلع من لاعب مدافع هاي حرفيا لاعب حريف وسط بلعب يعني حريف حريف العيبة اللي تالك وسط بلعب انه يجي بهاي الدقة يزيد كرة لزميله بدقيقة يعني بالمساحة الجيدة وبهذه السرعة اثناء التعارض للضغط شوه مطقت الجزاء لقطة في غاية الروعة ترزقية عارف يتعامل معها لكن مع مرور الوقت شاهدنا انه منتخب مصر بسيطر اكثر على الوسط ونشاهد انه المهارات في وسط الملعب تظهر اكثر وذلك لتواجد دائما امام عاشور امام مروان عطيل بتأخر يعني كلاعب محور وحيد اصبح وامام عاشور ياخذ ازمام المبادرة في فيه التحرك مع الكرة نقله للفريق كحامل للكرة رؤيته وقراءته للملعب في بعض الاحيان كانت مثالية كل هذا الامر كان يكرس انه منتخب مصر سيسجل لكن اللي حصل انه للأسف مصطفى محمد ما كان بافضل حالاته يعني في هذه المباراة طبعا هو بالنهاية عجب يا عجب القول اللي قضع الدنيا لكن احنا بنتحدث قبل ذلك مصطفى محمد كان عنده مشكلة نشعر انه متسرع متوتر اللاعبين احيانا بنتبكوا وهذا الامر كله مفهوم لسبب انا بحتاج الهدف فأنا يعني بقاتل الوقت أنا بسابق الزمن خلينا نتحدث مش فقط المنافس اللي هو قوي اللي هو أصلا متصدر المجموعة فالمسألة مو سهلة ذهنيا على اللاعبين واذا بتلاحظ كمية الرطوبة والحرارة واضحة واضحة على الملابس يعني جماعة الملابسهم يعني مي كامل حرفيا هل هذا مبرر مش مبرر ليه مش مبرر لأنه اللاعبين قدموا الأداء المطلوب عن الملعب ليه بحكي لك والمصر اليوم أثبتت ذلك أنه الرطوبة والحرارة ما بتطعيقنا اللاعبين انتهوا حرفيا وضلوا يضغطوا ضلوا يفتكوا كرات ضغطوا على منتخب الرأس الأخضر في وسط الملعب والافتكاك كان بارع جدا بلاعبين بالأساس مش من خصائصهم الافتكاك يعني هذول معظمهم اللي أصلا كانوا في نهاية المبرأة هم اللاعبين أصلا جيدين مع الكرة مش لعبين يكسروا هجمات لكنهم كان بارعين بتكسير الهجمات ثم نشاهدنا التعزيز أكثر بكهربا ثم خروج مرموش ولعب كهربا خلف مصطفى محمد والفتح أيضا بمصطفى فتحي فاستمرار العمل واستمرار العطاء وإن كنت بشوف أنه كهربا كان لازم ينزل قبل شوي الهدف اللي سجلوه أوف ما أجمله يعني طريقة اللعب اللي لعبوا فيها لهدف أول شيء كيف انتقلوا من الدفاع على الهجوم في المساحة سريعا على تريزيغي وتريزيغي كيف أخذ القرار أنه يلعب الكرة الطويلة نحو مصطفى محمد ومصطفى محمد كيف بطلب الكرة بجرأة في الثواني الأخيرة من المباراة ومنصر أنه بستطيع يأخذ القرار أنه يطلب الكرة بين مدافعين في وضعية صعبة لفريقه وهو مر بكل هذه التجارب في المباراة يعني هي تدلع قوة شخصية قوة شخصية استثنائية كمهاجم أنه أنا مرت بظروف صعبة فعلا ضيعت فريقي فلا أنا بطلب كرة أصلا صعبة جدا لكن الإصراره والشغف تبعهم وتركيزهم كلاعبين فعلا عندهم جودة استطاعوا له منها يطلع بلقطة وهاي هي ميزة الجودة أنا أنا ممكن أتوتر ممكن أضيع لكن الجودة للنهاية بتستطيع أنها تحسن بتستطيع أنها تخلق الفارق في لقطة فمصطفى محمد يعني استلام مثالي للكرة ليست بيده ممكن لمسة الجزء العلوي يعني اللي هو حاليا لا يعاقب عليه القانون لكن ليست بيده أنا متأكد من ذلك وشفتها بجميع الزوايا وهدف جميل في غاية الروعة كيف استغلت قدم الحارس وما شاء الله الرشاقة والقوة البدنية تبعته كيف قفز وحطوا الكرة من فوقه طيب حكيت لك بنتحدث عن سلبيات شوف السلبيات أول شيء مساحات في موجودة بملعب منتخب مصر مع النيني موجودة بدون النيني موجودة مع مروان عطي موجودة بدون مروان عطي موجودة الفريق أحيانا أنا حكيت لك في الشوض الثاني قربوا دفاعهم لكن في بعض الأحيان دفاعهم بكون متأخر وخطوصتهم متقدم في مساحة غريبة لا ما بنفع فأنا بدي دائما نفس النسق طوال المباراة في كيفية تقارب الخطوط حتى الفريق يحفظ بعض ويعرف كيف بدي عبى نسق واحد هاي أول نقطة في عندي مشاكل بالإضافة لعنده مشاكل بالأطراف يعني في سهل التوغل من الأطراف وأحيانا لا يأتي الدعم من المهاجمين طبعا أنا حكيت لك كان في تضحية بدنية كبيرة في هذه المباراة من الفريق بحيث أنه يسجل فكان مش دائما بيستطيعوا يعودوا بنفس النسق يعودوا طبعا للأمانة كانوا يعودوا لكن مش بنفس السرعة ونفس النسق فهذا يشكل مشاكل هلأ المشكلة الأهم إنساني كل هذا في مشكلة فردية شوف ما بدي أقصو على لاعبين وأنا ما بحب أنتقد لاعب بشكل محدد عربي لأنه الكلام ممكن يصل بطريقة أو بأخرى حتى لو كنا يتابعنا مئة شخص فقط لكن ممكن أن يصل لكن بالنهاية كابتن عبد المنعم أدائك فعلا مش مقنع وهذا مش تكسير بالمجاديف لكن حرفيا لازم ترتقي لحجم المسؤولية الملقعة على عاطقك مع الأهلي لم تقنع فيك أسرعانا في أخطاء كانت غريبة وأيضا تترك مساحات مواجهات الفردية مو جيدة فمنتخب مصر يحتاج أفضل من ذلك بكثير حجازي في بطء طبعا اليوم كان جيد بالافتكاك بالتوغل بالتاكلينج لكن بالطريع من التاكلينج لأنه ليس سريع بما فيه الكفاية ففي مشكلة بقلبين الدفاع لمصر وفي مشكلة بالأظهرة فرديا أيضا في المواجهات الفردية فأنا إذا بدي أتحدث على المنظومة بما استطيع ألغي دور الأفراد لأنه منتخب مصر حاليا ما بيلعب زي زمان لأنه بيقلص الخطوط وبيلعب لو بلوك وفقط تمريرة طويلة له هو فريق بده يستحوذ ويحاول يعمل مبادرة يحاول فبالتالي مطلوب الأفراد يكونوا بجودة أعلى أنا بتوقع عندهم الإمكانات لكن هم بدهم يحسوا من نفسهم يستخرجوا أفضل ما لديهم ما ننسى الشناوي الشناوي برضو مو مقنع يعني أنا بعرف هذا الحارس كبير جدا لكن مش مقنع بهاي البطولة في عنده مشاكل والهدف الثاني اللي يطلقوه منتخب مصر فيه دور عليه كبير جدا طب والت عليكم كتير بعرف نتحدث سريعا عن الدور التالي لمنتخب مصر من المفترض أن يواجه ثاني المجموعة السادسة والله أعلم سيكون الكونغو لأنه اللي قدموه ضد المغرب بوحي أنه هذا الفريق سيجيب مركز ثاني خلينا نشوف لسه المسألة ما تزال مفتوحة في عندنا توقع تنزانيا وزانبيا كمان برضو مش منتخبات هينة بالمناسبة لكن غالبا الكونغو والكونغو مش سهيل يعني زي الرأس الأخضر فريق بدني فريق شارس فريق بيستغل مساحات لكنه يعني منقدر نحكي في عنده هفوات دفاعية أكثر من الرأس الأخضر الرأس الأخضر اليوم يعني مش طبيعيين يا جماعة نتمنى التوفيق لمنتخب مصر لكن ما يزال المشوار طويلا والبطول الأمانة جدا صعبة المستويات الأفريقية جدا متطورة والفرق فعلا متقاربة والدليل نتائج مصر كلها تعادل بدي رأيكم بالنهاية بالكومنتات تحت هل أقنعك منتخب مصر بالمباراة الثالثة كيف تقيم أداؤه من عشرة في المباريات الثالث بالنسبة لي أول مباراة خمسة من عشرة المباراة الثانية ستة ونص من عشرة ضوءا على الشوط الثاني المباراة الثالثة بعطيه تمانية من عشرة بخصم منه نقطتين على الأداء الدفاعي ما تنسونا بالاشتراك بدعمنا على بقية منصات التواصل الاجتماعي قناة المشهد تجدها أي مكان وأيضا منيحكي لكم في نهاية الفيديو السلام عليكم